السلام عليكم ازايكم الحقيقة كل العالم حاليا نستني رد الحوثيين على اسرائيل دلوقتي اسرائيل ضربت مخازن الوقود في الحديدة اضرت بالحديدة بشكل كبير وخلي بالك اول مرة اسرائيل تعترف انها ضربت الحوثيين بيقال في الاعلام الاسرائيلي ان الطيران الاسرائيلي شن هجمات قبل كده ضد الحوثيين ومتام شهر اعلان عنها والحقيقة امراضي اسرائيل بتوعلي الحوثيين بيهددوا ده اللي قدى ان فيه كاتب ايراني كتب مقالة قالك إزاي تنهي على الحوثي في نفس الوقت في نفس المقالة دي ما هي نزلة في مقالة تانية نزلة فيما يخص العلاقات السعودية مع روسيا في نفس الوقت في أخبار طلع عن شراكة إيرانية روسية قوية جدا هتقل بمنطقة الشرق لأفست كلام كتير قوي وتفاصيل مهمة جدا هتراك لازم تطلع عليها عشان تشوف الأخبار بشكل مختلف وتشوف اللي بيحصل بالضبط خلف الكواليس والأمريكان بيفكروا إزاي والخطة اللي هم حطوها والصهاينة بيفكروا إزاي للقضاء على الحوثي بس طب عشان أقول لك كان ده كله وأكشفه لك لازم أقول لك القصة بالأول قبل أكشف الموضوع قبل أكشف لك التفاصيل خليني أقول لك إن إحنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باترهاوس زي ما قلنا لكم قبل كده إن منطقة الجلالة هتيجي وبقوة الفترة الجاية وبقوة بسبب الاستثمارات الإماراتية والقطرية والسعودية عشان كده أنا عايز أكلمكم عن باترهاوس باترهاوس من أول الشركات اللي كانت في مدينة الجلالة وعملت منتجة اسمه فيدالة منتجة ده على ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر والمباني فيه على مساحة 18% فقط والباقي كله غابات صناعية ولاجونز وبحيرات صناعية كمان بتبص على البحر من فوق هضبة الجلالة ومميزات تانية كتير زي مثلا حتيجي تقولي أنا مش بروح هناك كتير حقول لك باترهاوس ممكن تأجر لك وحدتك طول السنة من جير ما أنت تتعب نفسك لأن هناك فيه جامعة الجلالة وميناء العين السخنة وشركات أجنبية كتير فأنت هنا شاقتك ممكن ندخلك دخل وانت قاعد في مكانك كل شهر والجميل في الموضوع أن شركة باترهاوس عاملة لانش جديد لمرحلة بيعية جديدة في منتجة فيدالة ونظرا لأن فيه اجبال كبير جدا على الحجزة معاهم وأنهم كملوا 100 حجز في وقت قليل جدا فقرروا يزودوا العرض لـ 50 عميل تاني بنفس الخصم اللي هو 10% على الشريهات والفلد وكمان هتدفع مقدم 5% بس وخمسة في المية بعد 3 شهر كدفعة استكمالية وبيت العقصات على 7 سنين دفعات منتساوية وكمان باترهاوس قررت كمان تلقي رسوم التنازل والأهم بقى أنهم عاملين خصومات 40% للي يدفع كاش وده خاصة كبير جدا وكمان هم بدأوا في تسكين الناس بالفعل والناس اللي عرفت خلاص مكان وحداتها وحيكون فيه احتفال كبير جدا لتسكين الناس هناك فقعد فوتك بفرصة في الاستثمار في باترهاوس هسيب لحضراتك الرابط بتاعهم أسفل الفيديو لو حابب تتواصل معهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معناه النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضراتك وأول مرة هتسمعه فيما يخص حرب الحوثي ضد اسرائيل الحقيقة الكاتب بتاع النهاردة هو كاتب مختلف أنا أول مرة أقرأ مقالة الرجل ده أصلا بس هو كاتب اسمه شاي قاتيري وده باشا زميل في معهد يورك تاون وده مش من أصول إيرانية لا ده هو أصلا إيراني وعايش دلوقتي في ولاية أريزونا وهو خريج جامعة جونس هوبكنز شاي قاتيري بيقولك إيه بيقولك على فكرة لازم تعرف أن احنا قدام مشكلة ليه؟ الحوثيين لما ضربوا تل قبيب دي أبعد نقطة وصل لها المقاومة العربية ككل في ضرب اسرائيل اللي انت بتتكلم أن دي مصيرة ضربت تل قبيب مش بس تل قبيب دي أقرب نقطة للصفار الأمريكي يعني البلكونة للضربت دي هي جنب مجمع المكاتب الخاص بالصفارة الأمريكية وده أمر خطير جدا طيب الموضوع ده فجر مفاجأة وابتدأ العالم وخاصة أمريكا يشوفوا أن الحوثيين أمرهم مش سهل ويشوفوا أن هما فشلوا على مدار ثلاث إدارات سابقة في الوقت المتحدة الأمريكية للتعامل مع الحوثيين والحقيقة هنا الكاتب بيقول خد بالك أن مسألة الحوثيين أصبحت واقعة وأصبح أن الحوثيين كوة وبتفرد نفسها في المعادلة وهم أصلا بيقصوا لحاجة زي كده ميش كاتب وجهة نظره إيه بيقول لك هل يبقى لك أساس الحوثيين في إيران وقوة الحوثيين نبعة من إيران إيران عمالها تزود الحوثيين بشكل كبير وراجل بيقول أن خد لك المسألة دي عانى منها الجيش الأمريكي في أفغانستان حرب أفغانستان الجيش الأمريكي قعد فيها عشرين سنة من 2001 ل2021 ولو في حسنة واحدة للإدارة الأمريكية الحالية بكوادة جو بايدن فهي الانسحاب من أفغانستان برغم أن دونالد ترامب قبل ما يمشي قال لك أنا كنت هنسح من أفغانستان بس اللي قام بالموضوع ده هو قدارة جو بايدن جو بايدن لما انسح من أفغانستان اجتم الكشف عن أن الحرب دي كلفت أمريكا باتنين تريليون دولار دي ميزانية ضخمة جدا بس ما تيجي ببص ليه الجيش الأمريكي فشل في أفغانستان؟ هتلاقي السبب في باكستان نعم أفغانستان سبب فشل الجيش الأمريكي فيها باكستان قال لقام لأن باكستان هي اللي كانت بتمول حركة طلبان وجيش الأمريكي ما كانش عنده أي نوع من أنواع استعداد أنه هو يواجه دولة نووية بحجم باكستان أو حتى يفرض عليها عقوبات أو أنه هو يخش معه في مشاكل خاص فالجيش الأمريكي ركز على محاربة طلبان وعشان كده تضل الطلبان قادرة تعيش وجيش الأمريكي مش عارف يقضي على طلبان لأن الباكستان عمال أتمول طلبان ده على حسب وجهة نظر الراجل فقال لك السيناريو ده هو اللي حاليا العالم كله بيواجهه فيما يخص الحوثيين ليه؟ لأنه خد بالك طريق التعامل الأمريكان مع الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء لحد النهاردة هي طريقة حناينة وطريقة للتعامل مع مليشيات مش تعامل مع قوة أنشأتها إيران إنها تكون درع لها ومواجهة أي حد عاوز يواجه إيران فالكاتب بيقول ليه؟ بيقول لك لازم تعرف حاجة مهمة جدا إن إيران ما عندهاش طرق برية لإيصال مساعدات العسكرية للحوثيين عندها طرق بحرية والحقيقة إن الجيش الأمريكي شاف إنه هو لازم يقطع طرق الوصل اللي بتقوم بها إيران بتهريب الأسلحة بتاعتها للحوثيين وعلى فكرة هو حاول يعمل كده أول ما قامت الحرب بتاعت التحالف العربي ضد الحوثيين الجيش الأمريكي كان بيحاول إنه هو يساعد في قطع خطوط الإمداد الإيرانية الحوثيين بس ألك الموضوع ده مكلف جدا وصعب جدا ليه؟ لأن الأمر إن أنت تعمل دوريات على طول وتمسك كل همسة ولمسة وتمسك كل مركبة صغيرة ده أمر فيه استحالة والدليل على كده إن لما الأمريكان والتحالف العربي كانوا بيقوموا بمحاربة الحوثيين قاعدوا يدمروا أصول بس واضح جدا إن طرق إمداد إيران كانت أسرع في بناء الأصول الحوثية أكتر من التحالف العربي بما كان بيدمرهم وحتى بمساعدة الأمريكان ما عارفوش إن هم يقضوا على الموضوع ده فكانت إيران بتبني كتير جدا في صنعاء وتبني وتمد الحوثيين والعرب مش عارفين يدمروا الأصول دي طيب وبس أنا بحب أنوه في حاجة مهمة جدا أنا يا جماعة لبن الفكر غربي ولا بشيت بيه ولا بقل منه أنا كل النظرية أنا بوري لك هما بيفكروا إزاي وطريقة فكرهم عاملة إزاي للتعامل مع الحوثيين حاليا طيب فالكاتب أنا بيقول إيه؟ بيقول الأصل في الموضوع ده كله إن أنت تضرب إيران مش إن أنت يعني تحارب الحوثيين ليه بقى؟ لأن أنت لما بتحارب الحوثيين أنت بتحفر في الماير زي ما بيقولوا يعني أنت عمل تدمر أصول البحرية الإيرانية عمالة تبنيها تاني وتعيد بنائها بشكل جيد كنا في منتهى الوضوح مع الإيرانيين سفنهم لا تزال في المياه الدولية ونحتفظ ببعض قطعنا البحرية في البندقة لضمان حرية الملاحة لقد قلنا للإيرانيين إن إرسال السلاح للفصائل في اليمن قد يهدد الملاحة ويخلق المتاعب طيب إيه فايدة إيران؟ قال لك الله فايدة إيران واستفادة إيران إنها بتبني قوة إكليمية بتشكل درع يعني لو أمريكا عاوز تضرب إيران عشان البرنامج النووي بتاعها هتضطر إنها تتعامل أول مع ميليشياتها ومع الدرع الأولاني تاني حاجة إيران مبسوطة جدا إنها بترد على إسرائيل وبتستنزفها بدون الدخول تصراع مباشر والحقيقة إن الكاتب هنا بيركز وبيقولك إن الحواثين دلوقتي أصبحوا أقوى من أي وقت مضى ليه؟ لأن خد بالك دلوقتي تم رفع العقوبات بشكل فعلي يسيرك بس من التصريحات بيقولك الإدارة الأمريكية الحالية بكادة جو بايدن شبه كده رفعت العقوبات عن إيران وبتسمح لها بتهريب النفط بتاعها وبتسمح لها إنها التاجر عادي جدا وبتسمح لها بنقل البضايع زي ما هي عاوزة في مقابل هدوء إيران ونقلت وكالة بلومبرج عن أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تغض الطرف عن تدفق النفط الإيراني الخاضع للعقوبات وعضفت أن هذه الخطوة تستهدف الحد من أسعار الوقود المرتفعة محليا مش بس كده ده الإدارة الأمريكية الحالية ودت ستة مليار دولار للحسابات الإيرانية عشان تسكت وإيران تهدى شوية في المنطقة بيقولك الأمور دي كلها أخلت إن إيران تعرف تصرف على مليشياتها بشكل أكثر كفاءة وده خلى الحاليين أقوى في الأثناء أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل أسحاق أكد الإفراج عن ثلاثة مليارات دولار من مستحقات طهران الموجودة في العراق واعتبر آل أسحاق أن هذه الأرصد المفرج عنها ستؤثر إيجابا على الأسواق وستعالج احتياجات البنك المركزي الإيراني في حالة الوقت كنت بالك أن فعليا الحرب الأهلية في اليمن وقفة فده كلا أن الحارثين يحتفظوا بإصولهم العسكرية بشكل كبير ويعرفوا أن هما يطوروها ويطوروا خطوط النقل بينهم وبين إيران لدرجة أن إيران دلوقتي قادرة على نقل الأسلحة بشكل كبير طيب الراجل بقى بيقترح إيه بيقولك إزاي بقى تقضي على الحارثين أو الأمريكان ممكن يفكروا إزاي في القضاء على الحارثين قال لك والله إن إيران تضرب طيب هل يضرب إيران نفسها يعني الأراضي الإيرانية ويقوم بضرب عسكرية إيرانية قال لك لأ أنت تغرط الأسطول الإيراني كله نعم قال لك ها طب إنت يا عمّة مش خايف من ناوي يعني إيران هترد عليك قال لك لا خد بالك التجارب أثبتت إن إيران لما بتضرب ضربة قوية بتسكت إزاي قال لك خد بالك دلوقتي إدارة رونالد ريجن 1988 قامت بعملية اسمها براينج مانتس براينج مانتس اللي هو فرس النبي اللي هو حشر كده صغير العملية دي كانت إيران في حرب ضد العراق وكانت إيران بتزرع ألغام عشان تغرب بيها حوات النفط اللي طالع من الخليل فكانت أمريكا وكوات البحرية الأمريكية كانت بتقوم بدورية لحراسة ناقلات النفط دي إلا إن مدمرة أمريكية خبط فيها لغم ما أدى إن أمريكا ترد بعملية ضخمة جيدة اسمها براينج مانتس وتضرب ميناء بندر عباس وتغرق نصف الأسطول الإيراني ساعتها إيران زكت ما بقيتش تغرق أو تحاول تعترض حوات النفط أو ناقلات النفط الكاليكية قال لك خد مثل تاني لما أمريكا اختلت قاسم سليمان إيران عملت إيه ولا حاجة دي أخترت الأمريكان قبل ما تقوم بدربة استعراضية ضدهم طيب قال لك آخر مثل آخر مثل لما إسرائيل ضربت منظومة دفاع جوي من طراز S300 إيران بلعت الدربة وسكت فقال لك الطريقة الوحيدة إن أنت توقف الحوثيين إن أنت تضرب الأسطول بتاعهم الإيراني وتغرق الأسطول الإيراني كله ما تسيبش في مركب طيب ليه الكاتب شايف إن يجب التعامل عسكريا مع الحوثيين مش مع أي طريقة أخرى قال لك خد بالك أصل اليمن حاليا هي تعدادها 33 مليون وأكتر يعني ممكن تقولك 34 مليون يعني هو مسجل حاليا هو 33 مليون و700 ألف يمني فقرب اللي 34 مليون قال لك نصهم إن ما كانش تلتهم يعني أنت بتتكلم 25 مليون قال لك تحت خط الفقر فاليمن أصلا ظروفها الاقتصادية صعبة وبرغم كده بتلاقي الحوثيين بيقتلوا تاني حاجة لو أنت فرضت عقوبات تم انت فرض عقوبات حتصنف الحوثيين منظمة إرهابية لأن دلوقتي الأمريكيين بيقولك مع رحيل الإدارة دي بيفكروا إن هم يصنفوا الحوثيين زي داعش بالزبط يخلوا الحوثيين داعش لأن الدارة أمريكية الحالية بكوادة جو بادل قد رفعت الحوثيين من قوام الإرهاب فقال لك لا دونالد ترامب لما يجي هيصنف الحوثيين آآ داعش آآ بالدارة كبيرة خاصة إن الحوثيين ضرب إسرائيل أهم حليف للأمريكان فيجب التعامل معهم بإسلوب مختلفة يعني دلوقتي الموضوع مش في الكاليج لا دلوقتي انت بتتكلم في إسرائيل إسرائيل دي لا ما ينفعش الامريكان يسكتوا فحيردوا وهيصنفوا الحوثيين بها وخوا بقى عندك زي ما انت عادت فالكاتب بيشوف إن لو قعدت تصنف أو تفرض عقوبات الكم ده كله مش هيجي يجب التعامل عسكريا لإن خلي بالك إيران بعد ما شافت الحوثيين بيقصفوا إسرائيل طبعا شافت إن فيه ROI أو Return on Investment يعني شافت إن بلوسها بتروح في المكان الصغير فلازم تعرف إن إيران حتقعد تقوي الحوثيين أكثر والتقارب الإيراني الحوثي هيزداد مش هيقل فاجب ضرب الأسطول الإيراني ده من وجهة نظر الكاتب إيران لم تخفي إرسالها لصواريخ حديثة خلال الأيام الماضية ففي 29 من مايو الماضي أعلنت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثور الإيراني عن إرسالها صواريخ قدر وهي صواريخ باليستية مضادة للغوصات وهناك إشارات عديدة ذكرها قادة الحرس الثور الإيراني في أكثر من مناسبة فقد اعترف إسماعيل قآني من قبل بدعم الحوثيين عسكريا وقالك لو ضربت الأسطول الإيراني إيران ما عندهاش أي وسيلة لإيصال المساعدات للحوثيين إلا بالطيران وده من وجهة نظر يعني إلا بالطيران ولو حصل بالطيران لازم تعرف إن هو حيكون مراقب بشكل أفضل طيب ليه بقولك بالطيران؟ لأن خد بالك الحوثيين مصررين جدا إن المطار بتاع صنعاء يفضل شجال والخطوط اليمنية تفضل شجال وإنت عارف الخطوط اليمنية ومطار صنعاء بيهربوا أسلحة جاية من إيران يعني مش كلها طيرات مدنية عادية فده أمر مهم جدا بس الأغلى والأسلحة الأكثر قيمة بيتم تهربها عن طريق بحر طيب مهم جدا طيب خلينا نسكت على الحوثيين وخلينا نحن نتجنب دلوقتي صدام مع الحوثيين وإن دلوقتي فيه أخبار طلعة من إن يعني نتانياهو بيقول إن فيه صفقة مرتقبة مع حماس وحيتم التوقيع هدنة مع حماس قريبا في الحرب المفروض طقاف يعني والحاقين ممكن ما ردوش ده أمر نحن مصممون على إعادة جميع الرهائن لا شك أن الظروف اللازمة لإعادتهم تنضج لسبب بسيط وهو أننا نمارس ضغوطا عسكرية قوية جدا جدا على حماس ونشهة تغييرا معينا وأعتقد أن هذا التغيير سوف ينمو ونحن نعتزم القيام بذلك وهذا هو هدف الحرب بس هي الأمر المختلف ليه؟ هنت بتتكلم أن إيران تصبح أقوى فيه اتفاقية اسمها اتفاقية شراكة شملة هتوقعها إيران وروسيا على فكرة النهاردة القناة العربية منزلة خبر على موقعها بالإنجلش وبتقول لك خلاص هيوقعه رسميا اتفاقية شراكة شملة مع إيران وروسيا سرجي لابرو في طهر زيارة وزيرة الخارجية الروسية مهمة في التوقيت والمضمون هكذا اعتبرها الإيرانيون فقد وقع الطرفان مذكرتي تفاهم تمهيدا لتوقيع وثيقة تعاون استراتيجي شامل على غرار الوثيقة مع الصور طب وإيه المشكلة بحاجة زي كده المشكلة أن الاتفاقية دي بقى لها ثلاث سنين إيران موقعتهاش مع الروس برغم كل مساعدات الإيرانية للروس في بداية حرب أوكرانيا إلا إن إيران مش عارفة توقعها مع روسيا ليه؟ قال لك والله لأن الاتفاقية دي هتنقل إيران في حتة تانية خالصة إنت هتخلي إيران بالنسبة للروس زي الصين بالنسبة للروس بالظبط فهتبقى شاملة والشاملة بقى أنت بتتكلم في كل حاجة إن الروس هيتطوروا الاقتصاد الإيراني هيتطوروا حقول النفط الإيرانية هيوسعوا إيران وينقلوا الاقتصاد بتاعها ده كله غير القدرات العسكرية وما تنساش إن إحنا تكلمنا إن بوتين عاوز إن هو يسلح مليشيات حزب الله ومليشيات الحوثي وحزب الله في العراق وكلام ده كله لأنه هو شايف إن دي مسألة تردع وصاد إن الأمريكان يعطوا الإذن الأوكرانيين بدارب الأراضي الروسية فقالك هتعمل كده أنا حاجة من ناحية دي وهطور تسليح مليشيات إيران في المنطقة وهطور تسليح إيران فالتاقي لازم تقف قدام إن إيران لما تصبح أقوى الحوثيين بالأصلح يسبوحوا أقوى فالكلام ده يجب التعامل معاه بشكل سليم وما تنساش إن إيران كده أو كده طلع وزير الكارجي الأمريكي وقالك إن إيران على بعد أسبوعين فقط من امتلاك كنبلة نووية الوضع الراهن ليس جيدا إيران بسبب انتهاء الاتفاق نووي بدل أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد شطارية لصنع كنبلة نووية هي الآن على الأرجح على بعد أسبوعين أو اثنين من القدرة على القيام بذلك وحشرح الحتة دي إن مش معنى إن إيران على بعد أسبوعين يعني أنت بعد أسبوعين هتلاقي إيران عندها كنبلة نووية لا قالك لو إيران خدت القرار إنها تحصل على كنبلة نووية هيبقى قدامها فقط أسبوعين إنها تاخدها أو تمتلك كنبلة نووية وتصنعها فالكلام ده كله بيقولك إن إيران أصبحت أخطر السؤال بقى ماذا تفعل السعودية حاليا في مواجهة الكلام ده كله وماذا يفعل الكريك في مواجهة الكلام ده كله طبعا النهاردة طالع اخبار مهمة جدا بيقولك على فكرة موضوع ان الحوفيين يهددوا السعودية انتهى خلاص يعني ايه قالك خلاص الحوفيين والحكومة الشرعية في اليمن اختروا الام المتحدة ان موضوع ببنوك وسحب التراخيز بتاع البنوك ده انتهى مفيش منه يعني ما خلاص والاتنين صفوا الموضوع والخلافات والموضوع انتهى تمام ده امر كويس بس خد بالك ان مش من مصلحة السعودية انها تلاقي روسيا على حدودها دي مش مصلحة السعودية خالص ليه بقى؟ لان خالي بقى كان مع الروس الروس لما ينقلوا تكنولوجيا عسكرية لايران ده امر مهم جدا هيصبح التعامل مع ايران امر صعب فاللي بيحصل السعودية حاليا بتحاول انها توازن في علاقتها مع الروس وما تنساش الوقفة السعودية تجاه روسيا ازاي؟ لما السعودية منعت مجموعة الجي سابن ان هما يصدروا الاصول الروسية اللي تقدر بالتلتمائة مليار دولار موجودة في بلجيكا او معظمها موجودة في بلجيكا ان مجموعة الجي سابن كانوا عاوزين يحطوا قديم عليها ويصدروها يصدروها يعني ياخدوها كلها مش انه هما يجمدوها طيب الفرق بين المصادرة والتجميد التجميد ده يعني يظل الشيء اصله القانوني الاصول دي تفضل بتاعت روسيا بس يجمدها ياخد ارباحها بقى يشغالها زي ما هو عاوز بس في الاصل هي بتاعت روسيا المصادرة يعني ياخدها ليه؟ فيش حاجة اسمها روسيا خالص فالسعودية شافت ان كمة الجي سابن الاخيرة كانت عاوزة تصادر الاصول الروسية كلها 300 مليار دولار تخش في جيب الاتحاد اوروبي ويمول بها اوكرانيا ويفضل يمول اوكرانيا لحد من الحرب تشتغل يعني زي ما انت عاوز بقى شوف الحرب دي هتستمر بتاعت روسيا اوكرانيا دي بدلها 3 سنين عاوز تستمر العشرة فيش مشكلة الاتحاد اوروبي صادر 300 مليار دولار ده امر مهم كدا فالسعودية كانت نصحت كمة الجي سابن مجموعة الجي سابن هتلوهم بلاش بص في مواقع كتبة تهديد في مواقع كتبة نصيح في مواقع كتبة توضيح بس في الاخر السعودية وصلت رسالة لكمة الجي سابن لو عملته كده وصادرته الاصول الروسية احنا ممكن نبيع سندات الكازان الاوروبية ولو ده حصل اليورو حيقع ولو ده حصل لازم تعرف ان مش السعودية الوحدة هتعمل كده ابدا ده لو السعودية عملت كده هتلاقي خليج كله عمل كده فحيبقى ضربة لليورو وهيبقى ضربة كبيرة جدا للقصوات الاوروبي اللي اصلا فيه مشاكل فاااااا الكمة الجي سابن ترجعت عن مصادرة الاصول الروسية في اللحظة الاخيرة بعد التوضيح السعودي ده او التهديد السعودي او الانزار السعودي اللي انت عاوزها فالوقفة بتاعت السعودية دي لمساندة روسيا لها اثار وتقول لك ان عشان كده روسيا مش عارفة توقع الاتفاقي دي مع ايران بقى لها 3 سنين عشان ما تخسرش السعودية او عشان في الاخر ما تلاقيش انها في مواجهة السعودية بشكل او بقى فالامر ده مهم جدا الروس لحد دلوقتي كل ما ياخدوا خطوة مع ايران يلاقوا موقف السعودي والخليجي فياخدوا خطواتين لور فده امر مهم كده او كده انا عاوزك بس توقف قدام حاجة مهمة ان دلوقتي الامريكان من الداخل ابتدوا يبصوا الموضوع الحوفيين ده بشكل مختلف ويبصوا لموضوع تهديد الحوفيين الملاحة العالمية لاسرائيل الكلام ده كله ان لا يجب التعامل بشكل مختلف بس لازم تعرف ان الحوفيين للتعامل معاهم حاجتين يما تنزل بري وده تمن مفيش ولا دولة في العالم عاوز تعمله مفيش اي دولة عاوز ترسل جنود بريا لمحاربة الحوفيين يما مواجهة ايران او ان انت تضرب ايران فالامور دي كلها بتشير لك ليه؟ تقولك ان موضوع ضرب ايران ده ابتده يتم منقشته كتير اليومين دول وده امر مهم يجب ان انت يعني تاخده في الحزبات مفيش مقلة دلوقتي كلا ما بتنزل ضرب ايران مفيش جريدة كلا ما بتقول ضرب ايران اسرائيل كلها حاليا بتقولك ان ايران اختبط ولو ازرع كتير جدا يجب اتعاف مفيش جدا كلا ما بتقوله ايران ما خودون دول تشون؟ هيصبح خطير للغاية يا رب نكون شوحت حركة مضوع بشكل مبسط ويا رب ننسوا المصر ويا رب ننسوا العرب ويا رب ننسوا الفلسطين يا رب تحيا مصر سلام تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر